اشتركوا في القناة نتعود ونتعلم ان كل ازمة لها طريقة اخراج في ازمة بين منتخب مصر والجهاز الفني ومحمد صلاح ايوة اي حد يقول غير كده هو غير صادق في ازمة هل حصل تواصل بين المنتخب او الاتحاد الكورة ومحمد صلاح لا وعشان اكون يعني اكثر دقة اما اعتقدش ممكن يكون صلاح اتكلم مع حد كده حد كده لكن بشكل رسمي لم يحدث طيب النفوس فيها شيء اه النفوس فيها شيء ما تحلتش اللي في النفوس ده ما تحلش اه ما تحلش ليه؟ لان احنا بنعرفش نحل المشاكل ما بنعرفش نحل الأزمات وعمر صلاح ما تحل أزمته مع المنتخب وانت كنت دايس عليه كأن قطر دايس عليه في كاس الأمم غير تصريحات الكابتل حسام قبل ما يبقى مدير فندي للمنتخب عليه تتحل ان انت هتخليه يعني فاكرين شيكابالا مع الزمالك يعني حتى التصريح لما تقال من الكابتل إبراهيم هو طبعا نوايا تقصد ان صلاح حينور مع المنتخب مصر بس صلاح منور ده محمد صلاح فلما جا حتى تدي مثال اقول ان محمد صلاح هيبقى زي ما مسكنا كده الزمالك وشيكابالا نور ده محمد صلاح اللي اتمرن مع كبار المدربين واللي حدى في الدورة الانجليزي كتير وهدف ليفر بول لمدة ستة سوعة سنين وارا بعده وهدف دور أبطال أوروبا من هدفين دور أبطال أوروبا أرقام قياسية وأحسن لعب في أفريقيا مرتين وتلت أحسن لعب في العالم مبل كده وعلى طول في التوب تان يعني ده محمد صلاح فحتى لما جا حط النموذج ما حطوش كده ده رأي يعني هل الاخراج بتاع اتحاد الكرة للأزمة لا ده الغاية مبارحة الاخراج غلط يعني اتحاد الكرة على طول رمى ان فيه جواب جاله من ليفر بول طيب انت جالك جواب من ليفر بول ان محمد صلاح عنده مشكلة ومش هيجي بيطلب اعفاء واحنا كنادي اللي هو ليفر بول بيطلب اعفاءه من المعسكر بتاع المنتخب اللي جاي بتاع يوم 12 ده والدورة الودية اللي في الامارات انت من جواك عارف اكيد انه محمد صلاح في حاجة هل تقوم انت تقول على طول رميت للناس في الاعلام الموضوع ان ليفر بول بعت خطاب وقال كذا كذا وهجب لكم من العربية نيوز يعني شوف قيمة صلاح القنوات الاخبارية حتى الكبيرة عندنا على المستوى العربي بتاخد اخباره بهذا الشكل عربية نيوز بتقول اتحاد الكورية هتلقى خطاب المصري طبعا هتلقى خطابا من ليفر بول لعفاء محمد صلاح من معسكر مارس بداعي اصبت على طول اتحاد الكورة مع الكابتن ابراهيم حسن عملوا تصريحات اتحاد الكورة قالك لا بس لو لعب لغاية يوم اتنين وعشرين لو لعب ايه مبراه هنجيبه يعني يعني وكأن انت يعني ايه عايز تقول انه بصراحة بتحك علينا بتقول للرأي العام كده يعني ان محمد صلاح عايز يضحك علينا وان محمد صلاح ممكن يلعب بدل ما تحاول تحل الموضوع بهدوء بدل ما تحاول تحل الموضوع تبعت مندوب بيخلص القصص دي كلها في الاخر فيه في النفوس شيء بتتحلل ازاي بالتواصل انت ما عندكش القدرة دي تسكت يعني لو انت ما عندكش القدرة دي تسكت تصريح الكابتن ابراهيم حسن على الصفحة الرسمية بتاعة الاتحاد قال كلمتين عكس بعض قالك ايه ثانية واحدة اهو اكد الكابتن ابراهيم حسن مدير منتخب مصر الاول لكرة القدم انه تم اختيار سبع لعبين محترفين عارفين اختاروا سبع لعبين محترفين هنقولهم دلوقتي لمعسكر شهر مارس والذي هتخلله بطولة ودية مع منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس المقارن اقامته في الامارات اضاف الكابتن ابراهيم حسن ان الجهاز الفني اتمنى كل التوفيق والسلامة للاعبين المحترفين السبعة الذي وقع الاختار عليهم لمعسكر مارس والتأكيد على ان الجهاز حريص كل الحرص في المقام الاول على سلامة اللاعبين وفي حالة اصابة اي لعب الكلام ده مش متوجه غير لصلاح يعني السطر ده رايح لصلاح بعد ما اتحاد الكورة صرب الجواب اللي جاله من ليفربول ما حطوش على الصفحة الرسمية بتصربه للصحفين وفي حالة اصابة اي لعب سيتم حسم امره انا حشيل بفعالة اصابة اي لعب عدته بحالة اصابة صلاح لان الكلام ده على صلاح سيتم حسم امره من قبل الجهاز الفني والطب للمنتخب خلال تواجده داخل المعسكر وبالتنسيق معنا دي بكل شفافية كما تواصل الكابتن ابراهيم حسن تليفونين مع جميع اللاعبين المحترفين المختارين للمعسكر خلال الساعات الماضية اللي اتمكننا عليهم وتمنين لهم التوفيق الى جانب الترتيب للمعسكر الخاصة بانضمامهم لمعسكر المنتخب هل بقى سؤالي طبعا السابعة محمد صلاح احمد حجازي محمود رزيجي حمدي فتحي مصطفى محمد عمر مرموش محمد شريف ما فهمش النيني ما عرفش ما فهمش النيني ولان هم كابتن حسن مش مقتنى بى فنيا ولا ما فهمش النيني عشان ما بيلعبش وله ما عرفش لو مبيلعبش مع وصلاح مبيلعبش مش مقتنى بفنيا ده رأي فني نحترمه مع كابتن حسن حسن لكن لو علشان ما بيلعبش ما وصلاح ما بيلعبش نفس الفكرة يعني المهم ان ليه بقول عكس بعضه قالك ان الكابتن برام تواصل مع السبع باكيد تواصل مع صلاح لو ان صدق هذا التصريح انه تواصل مع السبع فاكيد لو تواصل مع صلاح اتحلت المشكلة اكيد اقول ايه يا صلاح انا مصاب حقدر ايجي مش حقدر ايجي طب هتيجي امتى طب مش هتيجي ليه طب ما تعرفش ايه طب يحصل ايه طب ايه 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 فالطبيعة ايه ان الكابتن برام يقول لنا التواصل مع صلاح اللي هو من ضمن السبعة حصل ايه لان الموضوع دلوقتي مبهم والتحاد الكرة قاعد يفرش ويرمي للرأي العام لكن هال الفرش والرمي ده الناس مش وصلهم الصورة الكاملة يعني الناس مش وصلهم التفاصيل فإن لا هيخدوا الانتباع على صلاح يعني مش وطني يعني يعني اتحاد الكرة عايز صلاح يطلع ايه مش وطني يطلع مش بيحب المنتخب يطلع ان هو متعالي على المنتخب يطلع ان المنتخب بالنسبة له دم متقيل هو ده الفكرة فاتحطى تحت هذا الضغط في ايجي غصب عنه هو صلاح ينفع يجي غصب عنه في لعيب اصلا ينفع يجي غصب عنه في لعيب اصلا ينفع يدي غصب عنه ولا حد بحجمه قيمة صلاح لازم تعمله السيناريو بينك وبينه الاول وبعدين تعلن للرأي العام هتقول لي وانا صلاح على الرأي صريش هقولك اه على الرأي صريش نجم الفريق وكابتن الفريق وقائد الفريق والنجم الاستوري للفريق من حقه انه هو لما يشعر بغضادة ويشعر انه هو متهن انك على الاقل بينك وبينه تردله ده تردله مكانته وقمته على الاقل كده يعني يعني عشان بس احنا بنفور بسرعة وبنتكلم بسرعة الاخراج بتاع قصة صلاح اللي حصل في الفترة الاخيرة بيشبه لي باللي حصل في كاسه القوم نفس النظام نفس الطريقة نفس الغشم غشم يعني ايه نكتبها غشيم يعني ايه ان انت ما بتعرفش تعمل اخراج للمشكلة وللأزمة لازم تبقى زاكي وانت بتعمل اخراج للأزمة طب افرد صلاح مش جاي وكابرانة في دماغه ومقموسه وزعلانه متدايق عندك حل من اتنين يتطلع قدام الرأي العام كده وتخسره على طول يتحاول ان انت تحل المشكلة وتقول يبقى معاه المعسكر اللي بعديه بس احنا كرأي عام وإعلام ما يبقاش عندنا التفاصيل لان احنا ما عندناش اصلا التفاصيل صح كده؟ فلازم تعمل ايه مع صلاح؟ حاول تكلمه حاول تشوف ايه الموضوع حاول تحل الموضوع لكن الكلام اللي بقعد يتصرب للرأي العام بهذا الشكل عشان تطلع صلاح بهذا الشكل وعشان خاطر بتضغط عليه بهذا الشكل وكابتن برام يقول اصلا لو مصاب حد يجي لنا لغاية هنا ونكشف عليه وكأن صلاح هربان او مش طايق او زعق لا نفس الطريقة اللي حصلت في كاس الامم الافريقية ونفس اللي بقولك الاخراج الغشيم اللي بيحصل مع صلاح اللي خلاك اده مع صلاح خلاك اده هو اللي خلا صراح هو الوقت الناس بتاعت لي بربودة لما صراحة تصاب ايه اللي حصل؟ مش قالك نبعت لوكه على طول دكتور ولا نجيب وناخده بتاعه طبان ما يسافر دكتور ابو العيل ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة يسافر دكتور ابو العيل ده 6000 سافرية اللي تعد بيسافرها الناس بتسفر ملاحش ايا لازمة في ايا حاجة ايه المنع دكتور ابو العيل هيا يسافر لصلاح ايه المنع انه هو يسافر حد ايه المنع ان حد يبقى موجود يرطف الأجواء ايه المنع يعني؟ وليت عمل في صلاح في كاس الامم ده شوية ده راجل مصاب لغات النهاردة ده الناس طلعته في كاس الأمم خاين الناس طلعته وقت كاس الأمم هاربان ما بتحملش مسئولية ما بجد الليفربول واللي قال لك أصل الليفربول عنده مطش مع الأرسل اليوم ما عرفش كام واللي قال لك أصله عشان خاطر نديه وعمل فيلم واش الكلام ده كله تقال وده سهل على واحد بحجمه وقيمة صلاح ده الكلام ده لو تقال حتى على لعيب من نجومنا اللي هنا اللي بيلعبه هنا زي أمام عشور ولا زي شناوي ولا زي زيزو جمهور لن يقبل ومحدش وحدش هيقبل وقد دينا تقلبت تقوم تقول على صلاح هذا الشكل واضح ان في حاجة انت بتحلها ازاي بتحلها بنفس الطريقة اللي انت بتحط البنزيم على النار بنفس الطريقة فيش فايدة ما فيش فايدة بصراحة يعني التناول اللي عاملوا اتحاد الكورة في المعسكر اللي جاي بشأن صلاح نفس الطريقة بالزبط في هذا الامر عشان كده بقولكو ما كفتش عادة غيرت نهائي غير ان الكابتن حسام حسن مسك مكان فيتوريا لكن نفس الطريقة نفس الاسلوب نفس الكرام الحقيقة يعني وده مش مؤشر جيد ده مش مؤشر جيد لازم الكابتن حسام راجل نجم كبير جد اسطوري حسام حسن وصلاح اسطوري وحسام حسن يفهم كويس جدا مشاعر صلاح والمفترض يفهم كويس جدا كيف هتعامل معاه مع الوضع في الاعتبار الزمن اللي احنا اللي فيه اللي احنا فيه دلوقت مع وضع في الاعتبار انت بتتكلم على نجم عالمي عالمي انما اقول ان انا صلاح هيجي مع المتخب فاكرينش كبالة مع الزمن اللي كعملنا فيه فهنامل في صلاح كده وهو صلاح ما اقول ده ميسالي انطبق على صلاح هو صلاح معتاك حد ينوره صلاح منور في كل حتة في الدنيا طول الوقت يعني حتى المثال ما عجبنيش بصراح معلقتش عليه وقتها بس النهاردة وحان الوقت نعلق يعني عليه لكن ليس هكذا تضغطو دار أزمة صلاح ترجمة نانسي قنقر